مش بنشوف ده مكرر في كل الشوارع وإحنا عندنا فنانين زي حضرتك الناس ليهم أسماء وخلينا نقول على لسان حضرتك قلت عندنا العشرات والمئات ليه ما بنشوفش الحاجات الحلوة دي في الشوارع وبنشوف كل يوم والتاني تمثال غريب ومخجل إنه لا يتناسب إطلاقا مع أي نوع من أنواع الفن وموجود في ميادين بتاعة محافظات ومراكز ومدن ليه يا دكتور؟ هي المشكلة إنه ما فيش تعاون قوي ما بين المحليات وما بين مثلا كليات الفن الجميلة ما بين نقابة الفن التشكيليين المفروض أن ينظر للعمل الفني الميداني ده زي الفيلم أنا ما أقدرش أعرض فيلم غير لما عديه على رقابة على ما نشوف المحتوى بتاعه المضمون بتاعه المستوى الفني بتاعه فإن أنا أحط تمثال في ميدان دون الرجوع لرقابة متخصصة أو ألجأ مثلا لفنان لي صديقة أعمال أو فنان مثلا أكاديمي من كليات الفن الجميلة أو من عدو في نقابة الفنين التشكيليين لازم يعني زي أقوله أد العيش لخبازه إحنا عندنا قليلين؟ لا عندنا كتار بس ما فيش تعاون حقيقي ما بين الجهات اللي بتطلب تنفيذ هذه الأعمال لأن أنا كفنان وأقدرش أعمل تمثال وروح أحطه في ميدان وأنا طلقت أعرض شغلك عليه يقولهم والله أنا موجود فتعالوا لا برضو ما أعرضش شغلي على المتخصصين لأن المفترض أن الفنان بيبقى برضو عنده يعني رفعة أو حاس أن العمل الفني ده زي ابنه ينكم أنا لو عرضته أقلل من شأنه أنت اللي جيلي مش أنا اللي أروح لك بس أنا متى ما جت لي هيبقى لي دور فعال طبعا برضو المفترض أن الفنان برضو إلى جانب أن هو يعني عزته بأعماله الفنية برضو يبقى لي إسهمات أنا كشخص حاولت أن أنا أعرض بعض التصميمات على المحافظة في المانيا يعني ما اهتموش يعني إنما بنشوف من أنا لآخر أن الناس بتتصرف لوحديها أو المحلات بتتصرفوا لوحديهم أن يجيبوا واحد مثلا مش متخصص خليموا ما أقول بس يعني إحنا لقنا الشغل إحنا بنشوفه ده شغل ما مرهوش علاقة بالفن إحنا ده نقطة أنا عايز أقول سيادتك أن لازم أن ينظر العمل الفني زي الفيلم وزي المسرح وزي ده مشاريع أحد الموهديني عندنا كان طالب من تلمزتي برضو النقطة اللي أنا عايز أقولها إن إحنا إلى جانب إننا ندي فرصة للمتخصصين وإلي لهم سابقة أعمال يعني أنا زي ما باجي أبني مبنى هل صح إن أنا أبني المبنى ده من غير ما يبقى المهندس ده عدود في نقابة المهندسين؟ لأ طبعا ممكن يقع فوق دماغ الناس اللي ساكنة فيه بالمناسبة زي ما التماثيل دي بتعمل ويقدم وصفات فنية بتعمل رد فعل صعب جدا عند الناس أما أجي أشتغل في شركة مش بيقولك هاتي السي في بتاعك طبعا طيب أنا لما أجي أقدم عمل فني في ميدانه وعلى فكرة ده بيأزي الزوق العام كله يعني إيه لأن كل الناس بتعدي بتشوف بتتأثر كل مكان شورة بلدنا وخصوصا نحن عارفين أنه في أماكن منها محافظات سياحية وبيجي لها ناس من كل أنحاء العالم أنا كبني آدم عادي في البلد مواطن عادي وكل زمايلنا الناس اللي فهمة يعني إيه جمال بتزعل وبتتأثر جدا لما بتشوف ده